لا يبدو الشاب عدنان قلقا وهو يجلس في باحة مستشفى الرازي بمدينة جعار جوار الكثير من المرضى على الرغم من عدم اتخاذه للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بأي عدوى لكنه يعتقد أن الوسائل الوقائية ليست ضرورية حتى وإن كان المكان مخصصا لاستقبال عشرات المصابين بأمراض مختلفة خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا هنا حملة لقاح تكملية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة أبيان بعد أقل من شهر على انتهاء حملة مشابهة للتطعيم في مرحلتها الثانية المرحلة التي لم يتجاوز عدد المستفيدين منها ألفي حالة فقط كان من المفترض أن تستهدف أكثر من عشرين ألف مواطن في عموم المديريات طبعا خلال فترة الحملة كان الأقبال ضعيف جدا ونتيجة عدم مصول للمستهدف وتوجهات من وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة عملنا على تمديد فترة معينة لتطعيم وطاعة الصحة والكبار في السن إضافة لأصحاب الأمراض المزمنة بصورة استثنائية وتنفتح مراكز في كل مديرية مركز كان نصيب مديرية خنفر هو في مركز قعارة إطلاق حملة اللقاح التكميلية للوقاية من فيروس كورونا تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين لكن تدني الوعي الصحي في أوساط المواطنين وعدم التزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية يبقى من أكثر المؤشرات التي تزيد من احتمال تفشي الفيروس حتى في ظل استمرار أخذ الفئات المستهدفة لللقاحات عدم استجابة النسبة الأكبر من المواطنين ورفضهم اتباع التدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس يبدو عائقا وهو ما يرى فيه المسؤولون سببا في توسع رقعة الخطر التي لوحظت خلال الأشهر الماضية خصوصا بعد أن سجلت المحافظة أكثر من عشرين حالة إصابة مؤكدة بالوباء بالإضافة إلى قرابة مئة حالة اشتباه بينها حالات وفاة لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان